بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المهدى الجلساء دولة زي ما هم رزق كمان الواحد لازم يكون عينه عليهم لأنه ممكن جليس كده ولا كده يتسرب ليك ولما يتسرب ليك يحسسك بأنك أنت مخنوق ويحسسك بالديق وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نفرز الجلساء بتاعتنا لا حسن واحد جليس من دولة ييجي يحرق قلوبنا أو يحرق حياتنا أو يحرق أوقاتنا احنا النهاردة عن نكون قاعدين مع جليس شوية لازم نكون حريصين معاه أنا بسمي الجليس ده جليس جاي من عالم الديق جليس خنيق يخنق صاحبه مش بس بيخنق صاحبه بيخنق صاحبه واللي يعرفوه ويخنق صاحبه واللي يحبوهم كمان جليس بيفضل يضيع الإنسان ويحسره في مكان واحد وما يخلقوش يشوف غير نفسه ولا يتحرك إلا منه ليه ويصمم يا ريت بس كده لا ده يصمم أنه ياخد أحبابه كمان يعيشوا معاه في المكان الديق ده لغاية ما يتخنقه هم وهو جليس النهاردة ده شوية بتكونوا بتسمعوه بس مش عارفين تمسكوه هنحاول نمسكوه مع بعض النهاردة الجليس ده اسمه حب التملك حب التملك عارفين الحب والمحبة دولة جايين من عالم الوسع وزيك المحبة دي باب من أبواب السعادة أصلا بس احنا ليه مش بنبقى سعداء ساعات الجواب على السؤال ده تيبقى محير وساعات ما نعرفش نجاوبه بس هو ليه ساعات بنحس ان المحبة دي ممكن تستهلكنا ان المحبة حد أو محبتنا الحد ممكن تستهلكنا أول ما تلاقي حاجة بتستهلكك كده اعرف ان الجليس ان في جليس من جلساء السوق موجود في المسألة حضرت النبي قال مثل الجليس الحسن وجلس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير النافخ الكير ده بيولع قالك ايه اما ان يحرق ثوبك او تجد فيه انه ريحا كريهة نافخ الكير ده فممكن ايه اللي حصل يعكر حياتك او يحرق يبقى لازم نعرف ان الاصل في المحبة اي شيء بتحبه لازم يكون قيمة اضافية في حياتك يزود حياتك يوسع حياتك واي حاجة حبها اصبح خاص من حياتك يبقى فيها ايه فيها مشكلة يبقى فيها فيروس فيها مشكلة فيها شيء بيخسم شيء بيحترق يبقى لازم تنتبه ومن اكتر الحاجات بقى اللي ممكن انت تشوفها في حياتك تخليك في علاقة موفيروسة او علاقة زي ما بيسموها علاقة مسمومة هو حب التملك ان اللي بيحبه ده بتاعي جزء من ممتلكاتي في الحياة لا ليه حق ان هو يتحرك ولا ليه حق ان هو يحب يحب اللي انا محبه يتحرك في المكان اللي انا فيه فدايما لما الزوج بيحب امرأته حب تملك ايه اللي يحصل بيتعامل مع زوجته او حتى ايه لو حبيته حب تملك يتعامل كله في واحد فيهم ان التاني ملكه ويزعل او لو فيه اي حاجة تانية بتدخل حياته نفس الكلام ممكن يعمله الاباء مع الاولاد ويمكن كمان مفيش مانع ان يشوفوا الابناء مع الاباء بيعملوا كده ساعة ما يخلوا الاباء والامهات شغلين عند الاولاد شغلانتهم كلها ان هم ينفزوا اللي هم محتاجينه بس وكمان ساعات بنشوف الكلام ده مع الاصدقاء اذا حب التملك ده بيحصل في الالاقات المهمة كلها وهنا بقى نيجي نحاول نعود بقى عشان نشوف الحكاية دي بانوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيحصل بينسبوا هذا الامر هذا القول بعضهم بينسبوا سيدنا الامام علي وساعات بس هو اكيد تعلمه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانت هتلاقي ان الكلام ده ملخص كلام كتير من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بس الراجح أنه هو موقوف على سيدنا الإمام علي إيه اللي هو يأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما يعني إيه هل الكلام ده معناه أنه دي دعوة لبغض الناس لا دعوة إلى حاجة مهمة جدا لأن ناس كثيرة ما بتفهمش هذا الكلام على وجه الصحيح وبيفهموا أنه بيدعو الناس لعدم المبالغة في الحب وعدم المبالغة في البغض ولكنه في الحقيقة أو بيدعو إلى أن الواحد ما يحبش حب شديد هو الحقيقة الحديث بيدعو إلى الاتزان أن أنت تكون متزن